من 1994 التغلقات الآخر مقبرة كانت في حي الباساتين هي مقبرة للشهداء فمن ذاك الوقت كان مرسالات كانت توقيعات وكانت دائما وعود وكان شحل من مرة توعدات السكينة على أساس أنها ستكون مقبرة إسلامية في حي الباساتين ولكن تشيح جماهية كينا وتحجم تحققات على الأرض الواقع مؤخرا كان كيقولوا بإنما تم تصويت في دورة ديال أبريل جوش أبريل بالإجماع على المقترح ديال التصميم ديال التهيئة لكن هنا في هذا المكان اللي احنا كان نتواجده في هنا يلتابع الأملك والجهيزات العسكرية اللي في تسعود ديال هيكتارات اللي غتكون مقبرة وهيكتار واحد اللي غدي يكون موصلة وتم تصويت عليه بالإجماع فمن ذلك الوقت وحنا كان زعما كان نتبعوا الميل في هذا وكان بحثوه فيه ولكني كان نوجده الأباب موصادة وجميع المؤسسات فيها كتتملص من المسؤولية ديالها كل مؤسسة كتقول بإنما أنا ماشي لعندي المشكلة الجامعة كتقولك أنا ماشي لعندي المشكلة عند الأملك والجهيزات العسكرية هي اللي ما بغشت تسلم هاد الوعاء العقاري ثم مع أو تاني الأملك والجهيزات العسكرية كتقول بإنما خصنا مرسلة وخص إجراءات قانونية باش يتم تسليم ديالها للجماعة وبين هذا وذاك بقى المواطن المصلحة دي المواطن فهي ضائعة والمواطن هو اللي لا حول له ولا قوة وفي هذا وسط الشيء كامل كنشوفه السلطات لا تحركوا ساكنا سلطات تتفرج وكتشوف هذه المهزالة هذه اللي كتوقع بمدينة مكناس في شتة المجالات ومن ضمنها هذه المسألة ديال المقبرة ففي الأوين الأخيرة صبحنا كنا نسمعوه حتى هذا التصميم التهيئة اللي كان مغادش يتم التزام به وأنه كان غير تحويل ديال المقبرة اللي كانت مخصصة في تصميم التهيئة المورس لك من الجهة الخرق ما عرفنا شنو هما الأسباب وشنو هما المسببات هذا الأمر هذا يذمئ القلب وخاصة من كتشوف ميتانا الناس ديال البستين كيبشيئ لواحد المقبرة اللي يجب دوا روفات للناس وتشيموا التق موسيقى موسيقى